أعزوكم على حاجة مهمة أوي كلنا بنسمع كرأنا ومشيخنا وبنقرأ في سورة براءة قول ربي سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز الحكيم محدث سأل نفسه مرة الآية دي في سورة براءة هل نزلت وحدها قبل نزور سورة براءة سورة براءة نزل سنة تسعة من الهجرة سورة براءة سورة التوبة سنة تسعة نزل سنة تسعة من الهجرة بعد الهجرة بتسعة سنوات فهل نزل قول الله تعالى إلا تنصروه هذا هذه الآية يعني هل نزلت هذه الآية إلا تنصروه فقرنا صلى الله هل نزلت هذه الآية أولا بعد الهجرة باشرة ثم نزلت بعد ذلك سورة براءة كاملة أو يعني ناقص هذه الآية هناك سنة تسعة نقول له لا إنما هذه الآية كانت ضمن سورة براءة اللي نزل سنة تسعة تقول لي الله هي الآية دي مش نزلة تعقيب على الهجرة أقول لك لا مش نزلة تعقب على الهجرة هي نزلة تذكر بأمر مهم جدا في الهجرة وينبغي أن نلتفق لي بالذات المشايخ والوعاظ والعلماء وأنا أقول هذا للتذكير لإخواني من الذي ينصر هذا الدين من الذي يتولى أمر هذا الدين اوعد فكر أننا لن نتولى أمره احنا أسباب اوعد فكر أني أنت ولا أنا اللي ننصر هذا الدين الدين دين الله وهو نصره لما جاءت عزبة العسرة سنة تسعة وكان السير فيها شهرا ذهابا وشهرا إيابا تخلف بعض الصحابة وهم قادرون على الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام فالقرآن نزل يعتب عليهم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما بتاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليلا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير فربما ظن البعض أن ربنا بيتوعد ويهدد من لم يخرج في المعركة مع رسول الله لنصر الدين الله مدام بيتهددهم ويتوعدهم يعني ربما ظن البعض إذا ربنا محتاج ليهم محتاج لنصرتهم والنبي محتاج لنصرتهم والدين محتاج لدعمهم ونصرتهم وينفع الكلام ده بقى يتقل علينا احنا ربنا محتاج لي عشان أنصر دينه ربنا محتاج لي المشيخ عشان ينصر الدين ما حصلش خالص فقوم تيجي الآية لتكون إلا تنصروا في قوة تفكروا أننا بستعطفكم وبستحثكم على الخروج علشان أنا عاجز عن نصرة ديني ونصرة نبيي استغفر الله لا الأمر ليس كذلك إنما أنتم لأن الله تعالى قال وإنت تولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الدين هينتصر هينتصر شطار أنك أنت تبقى جزء من هذا أو هؤلاء الجند الذين ينصرون هذا الدين تبقى ش أنت مثبت ومعطل متباطئ تخلط إلى الأرض تحب الدنيا والمال والنساء وتنسى أنك صاحب لسالة وصاحب يعني مهمة عظيمة بس اوعى تفكر في لحظة من لحظات لولا أنت ما كانش الدين انتصر من اللي قال الدين دين الله وهو ناصره وذلك يقول لنا يقول اللي قابلنا وبيقول اللي بعدنا إلا تنصروه أي اليوم فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثني كنت فين حضراتكم الصحابة اللي نقصوا عن سيدنا النبي في غزبة العسرة وربما فكر بعضهم أنه يعني بذلك ربنا بيستعطفنا بقى كان محتاج لنا والنبي كان محتاج لنا كنت فين حضراتكم لما كان النبي وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عن أبي بكر وصلى الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام كنت فين حضراتكم لما كانوا في الغار من الذي نصر محمدا وأبا بكر انتم ما حصلش احنا ما حصلش ولا الدنيا كلها اللي هتيجي ما حصلش إلا نصره الله وحده إلا تنصره فكر نصره الله فهو عنكم مستعنن والدين لو ما كنتش حضرتك تبقى جندي من جندي الله الذين ينصرون هذا الدين على الأقل بيه الاستمساك بتعاليمه والتخلق بأخلاقه والصبر على أن تتمسك بالحق وتتمسك بالدين وتقبض على الدين حتى لو كان الأمر فيه ما شكك القابض على الجمر إلا مكفعا أنت الخاسر الدين بيك وبغيرك سيكون مستكرم في الأرض وخلي بالكم اوعوا تخافوا على الدين بقاء الدين كبقاء الهواء والماء والشمس والقمر والجاذبية إذا الدنيا ينفع تعيش بدون شمس بدون أمر كواكب يعني بدون جاذبية بدون هواء بدون ماء ما ينفعش تعيش بدون دين ولذلك يوم أن ينتهي أمر الدين في الأرض ستقوم القيامة فورا لأنه ميزان الكون سيختل فهتقوم الساعة على طول ولذلك تعلمني أنه لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله فبقاء من يقول على الأرض الله الله أحد أسباب كيام هذا الكون زي الجاذبية زي الشمس زي الأمر زي الهوى زي المية يوم ينعدم من يقول الله الله على هذه الأرض كأن انعدمت الجاذبية وكأن انعدم الماء وكأن انعدم الهواء هب على طول تقوم الساعة ولا تقوم إلا على شرار الخالق ما فيش بقى خلاص عد بيذكر ربنا ما فيش دين فالدين مقوم من مقوم هو مقوم الحياة مش مقوم حتى من مقوماتها هو أهم مقوماتها المعنوية والمادية على الإطلاق فإوعد فك أن حدك إلا هتنصر الدين لكن كن جزءا من هذا كن سببا وحمد الله على أن جعلك سببا وكن حريصا على أن ينتصر بك الدين وينتشر بك الدين انتشار صحيح وانتصار على الحق وتصبر على ذلك إلا تنصره فقد نصره الله طبعا إذ أخرجه الذين كفروا تقول له هو النبي وده سؤال بضل مهم جدا أولادنا بيسألوه هو النبي أخرج الله أخرجه ولا الكفار هم اللي خرجوه أرجو نلتفت لهذا هم الكفار اللي خرجوا النبي ولا ربنا اللي خرج النبي هو النبي هرب من الكفار ولا خرج تعبدا لله وطاعة لأمر الله هو مش كان ربنا قادر أن ينصره في مكة ما كان يخليه في مكة ويهزم كل الموجودين دول ويقتلهم ما جاله ملك الجبال وقال له إن شئت أن أطبق عليهم والأخشبين اللي فعلت وكان انتهت المسألة وكان يبقى النبي بس الموجود ومعاه بعض المؤمنين وخلصت زي طفال نوح كده ويعيش في مكة ما يخرجش منها إنما هو ربنا مرتب ربنا مقدر خلنا نقول مقدر سبحانه وتعالى ومدبر إنه النبي هيخرج من مكة يروح المدينة لينتشر منها النور وتبقى دي بؤرة النور والإشعاع في الدنيا بأسرها تبقى دي النواة اللي هيبتدي منها الدولة وتولد منها الدولة هنا الرحم الذي يولد منه أو تولد منه الأمة الإسلامية فده كتقدير ربنا إنما في أسباب هم يرتبوا القتله والله تعالى يدبروا لإخراجه ويأمره بالخروج وده معنى إذ أخرجه الذين كفروا أي كسبب سبب لكن الحقيقة الله كان يمكن أن ينصره في مكة بسهو مقدر إنه لا وبعدين